موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتشرف بلقائكم لنقدم لكم درس اليوم للصف العاشر الوحدة التعليمية كرة طاولة عنوان الدرس وقفة الاستعداد مسك المضرب حركات القدمين والآن أترككم مع أجزاء الدرس الإحماء والإعداد البدني العام من وضع الوقوف المشي ثم الجري الخفيف عمل زحلقة جهة اليمين وجهة اليسار ثم الجري بسرعات مختلفة يكرر التمرين بهدف رفع اللياقة البدنية وتنشيط الدورة الدموية وتهيئة الجسم للعمل العضلي الإعداد البدني الخاص من وضع الانبطاح المائل ثني وفرد الدراعين في ثماني عدات الوقوف مسك الكرة الطبية عالياً والذراعان مفرودتان نقل الكرة لليد اليمنى ثم لليد اليسرى بالتبادل يكرر التمرين من وضع الوقوف الدراعان في الوسط الصعود على الصندوق بتبادل القدمين في عدتين الصعود بالقدم اليسرى مع رفع الركبة اليمنى عالياً في عدتين الصعود بالقدم اليسرى على الصندوق مع أخذ ربع لفة جهة اليسار وضم القدمين معاً مهارة مسك المضرب أنواع القبضات قبضة القلم القبضة التغليدية قبضة المصافحة طريقة الأداء لمهارة مسك المضرب طريقة أداء القبضة التغليدية أو المصافحة يكون إصبع السبابة على استقامة خلف المضرب وإلى أسفل قليلاً لكي يؤكد السيطرة على المضرب ويسمح بتوجيهه للزاوية الصحيحة في لحظة ملامسته للكرة وبإمكانه رفع الإبهام قليلاً باتجاه منتصف المضرب لكي يمنح اللاعب الإحساس بالثبات الخطوات التعليمية لمهارة مسك المضرب طريقة الأداء اليد مفتوحة والأصابع مضمومة الإبهام يكون زاوية قائمة مع السبابة توضع قبضة المضرب على راحة اليد لف الأصابع حول قبضة المضرب مع عد الإبهام يلف عكس اتجاه الأصابع يوضع إصبع السبابة على استقامة خلف المضرب وإلى أسفل قليلاً طريقة الأداء لمهارة وقفة الاستعداد الوقوف على امتداد منتصف الطاولة مع الميل قليلاً باتجاه اليسار القدمان متباعدتان ومتوازيتان وبينهما مسافة تشعر بالراحة والتوازن الركبتان مثنيتان قليلاً مع ميل الجذع للأمام قليلاً وضع الدراع القابضة للمضرب حيث أن العضد يبعد عن الجسم بقبضة يد ويكون زاوية قائمة مع الساعد وشكل الدراع الحرة نفس الدراع القابضة للمضرب لعمل توازن بالجسم أداء الوضع الصحيح عن طريق العد لعمل خطوات وضع الاستعداد ثم أداءها بدون عد تحرك من وضع الاستعداد يميناً ويساراً وأماماً وخلفاً مع أخذ الوضع الصحيح أمام الطاولة الخطوات التعليمية لمهارة حركات القدمين تأدية جميع تمرينات حركات القدمين من خلال وضع الاستعداد مع مسك المضرب وضع علامات على الأرض للوقوف عليها سواء للضربات الأمامية أو الضربات الخلفية وضع الاستعداد التحرك على العلامات التي على الأرض مع التغيير في الحركة والتدرج من البطيء إلى السريع مسك المضرب والتحرك في جميع الاتجاهات بدون كرة تدريبات تطبيقية لمهارة مسك المضرب الهدف منها إتقان وتثبيت المهارة القبض على المضرب وتحريك الذراع باتجاهات مختلفة بدون كرة تدريبات تطبيقية لمهارة وقفة الاستعداد وحركات القدمين الهدف منها إتقان وتثبيت المهارة التحرك من وضع الاستعداد يميناً ويساراً وأماماً وخلفاً مسك المضرب وأداء وقفة الاستعداد أمام الطاولة من خلال رميز زميلة للكرة الجزء الختامي يتضمن الجزء الختامي تمارين الإطالة والتي تساعد على تمدد العضلات وبقائها مرنة كذلك التقليل من احتمال التعرض للإصابات خلال التمرين أو خلال الإنشطة الأخرى وتخفف من تعب العضلات من وضع الوقوف فتحاً ميل الجذع جهة اليمين والذراع عالياً فوق الرأس لمدة أربع عدات ويكرر هذا التمرين للجهة الأخرى وأيضاً الثبات في أربع عدات من وضع الجلوس الطويل ميل الجذع للأمام مع لمس اليد للرجل لأبعد نقطة ممكنة يكرر التمرين في ثمان عدات من وضع الجثو ميل الجذع للأمام والثبات في أربع عدات ثم رفع الدراعان خلفاً والثبات في أربع عدات يكرر التمرين في ثمان عدات نلتقي بكنا في الحصة القادمة متمنين دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر